هنشوف مع بعض اخر المسجدات بتاعتك. آآ على الصعيد العاطفي والاسري. هنشوف اخبارك في الصحة المال العمل. ايه الديديد عندك يا برج الجادية آآ في شهر. ليه كده يا برج الجادية. آآ نبدأين كده شايفة آآ الطاقة بتاعتك طاقة انهيار. آآ ربما كمان تكون آآ طاقة نهاية. وبداية آآ ليش جديد. آآ هنشوف مع بعض نفتح آآ الكروت ونكمل الاراية الطاقة بتاعتك. يا رب آآ تكون خير ويا رب بيكون آآ شهر سعيد عليكم. آآ في فلوس كتير جايالك يا برج الجادية. لأ انا شايفة آآ كروت النقود او آآ المال في وفرة مالية كبيرة هديلك آآ خلال. طيب نرجع نشوف آآ الطاقة بتاعتك. آآ الطاقة آآ آآ طاقة الانهيار دية آآ اللي هي آآ ده طور آآ بتدل ان في حاجة آآ انتهت في حياتك انت قررت ان هي تنتهي او الظروف هي اللي قررت ان الحاجة دي تنتهي. وهناك بداية آآ جديدة. آآ انت زعلان آآ يا برج الجادية. آآ بتبكي آآ على خسارة. آآ انت آآ فقدتها. آآ في يعني انا شايفة ان ايه? آآ فترة آآ زعل او آآ بتمر فترة آآ اكتئاب آآ بسيطة. آآ آآ وانا شايفة ان سبب الزعل اللي انت فيه ده العلاقة مع آآ الشريك. آآ لان آآ كروت العمل وكروت المال ما شاء الله منتازة. آآ كمان آآ استقرارك آآ الاسري آآ برضو آآ الكروت دي انا شايفها كويس فهيبقى سبب آآ انا اصفى طبعا ان انا بقول كده بس هي الكروت قدامي آآ هي آآ زعل طاقت زعل طاقت ضيق آآ احساس آآ باليأس والكآبة آآ هيكون آآ موجودة عندك آآ لكن انت هتركز على آآ شغلك آآ زي ما قلت طاقت آآ المال آآ عندك آآ هتكون هي الحل والملاز لك للحروب آآ من آآ فترة الاكتئاب او يساعل اللي انت ماشي فيه آآ اوكي آآ يعني فيه آآ العمل آآ بتاعك انت هتركز فيه قوي آآ فيه استقرار آآ مالي هيكون آآ موجود عندك يا برج الجدي. احيانا اخليه. طيب. طيب. آآ بالنسبة آآ للشريك. آآ الشريك انت بتفتقد آآ انه للعدالة مع انت حس ان انت مظلوم. آآ حاسس ان شريكك فيه العلاقة آآ ظلمك آآ فيه المشاعر آآ انت محتاج انه انه هو يديك مشاعر زيادة يديك اهتمام زيادة آآ نفسك آآ ان هو يكون آآ عادل معاك فيه مشاعره. آآ كمان انا آآ شايفة آآ انت تعرضت الجارح آآ من الشريك. آآ يعني هو انا شايفة كلام جارح. آآ جارحك فيه الكلام. فانت آآ هو ده سبب سعلك. سبب اكتئابك. آآ سبب ديئك آآ هذا الشعر. آآ الشريك. برضو آآ شايفة فيه طرف تالت في العلاقة آآ ما اقدرش احدد آآ اذا كانت يعني اللي هو علاقة جديدة لي آآ فيه طرف آآ تالت آآ هو سبب هذه المشاكل العاطفية بينك وبين آآ آآ شريكك. آآ آآ انا شايفة ان ان انت مدق قوي من الصراحة الشريك. ربما يكون هو في مصلحتك. يعني صراحته معاك. انت شايف آآ الكلام بتاعه ان هو جارح ليك. ربما يكون ان ده فيه مصلحتك. آآ لكن انت آآ فيه آآ مشكلة فيه علاقتك آآ العاطفية مع آآ شريكك. وقد يكون سببه طرف آآ تالت آآ آآ ربما تكون آآ شريكة. يعني الشريك ده يعني شريك على علاقة بحد تاني ربما آآ تكون آآ من اسفل ان انا بقول كده لكن من الواضح ان هي فيه علاقة آآ آآ ثلاثية. واضحة جدا. والشريك آآ واقف محتار آآ او انا شايفة آآ انه هو يميل آآ لأحد الاطراف على حساب الطرف التاني اللي هو انت. يعني وده اللي مسبب لك احساس الظلم. ده اللي مسبب كمان. طاقة آآ الزعل. آآ طاقة اليأس اللي عندك ويمكن آآ هو اللي مسبب احساسك بالانهيار ومش يمكن هو بالتأكيد. آآ يبقى سبب احساسك آآ بالظلم في العلاقة. هو طرف آآ تالت موجود في آآ العلاقة. آآ مش واضح للأسف قدامي في آآ الورق. ازا كان آآ علاقة عابرة او آآ علاقة يعني هتكون آآ يعني سبب انفصلكم مع بعض. ربما الامر يتغير في الشهور القادمة. آآ لكن هو حاليا آآ الشريك آآ في مرحلة اختيار. في مرحلة مفادلة آآ بينك وبين آآ الطرف الآخر. يعني آآ هي هتبقى واضحة. ان شاء الله هتبقى عمل لكم آآ فيديو عن العلاقة آآ الثلاثية. ويا رب يا رب يا رب ان شاء الله. آآ حظك يكون احسن ازا كنت آآ بتحبه. هو من الواضح ان انت بتحبه جدا. آآ يعني انت بتحب الشريك قوي 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 قوي. نفسك العلاقة آآ تستمر ما بينكم. انت تشايف ان هو آآ نصك التاني. انت عايز تكمل حياتك معاه. لكن للأسف في طرف تالت داخل آآ في العلاقة. آآ على آآ المستوى الاسري. آآ آآ في تواصل. آآ تواصل بينك وبين افراد اسرتك. آآ انت حس ان انت معتمد على آآ اهلك. آآ هما سندك آآ في تجاوز آآ المشكلات بتاعتك. آآ دايما لما بتتعب آآ من الدنيا انت بتحب ترمي همومك وسط اهلك. آآ آآ احساسك آآ ان انت آآ مكبل مخموق آآ بسبب آآ علاقتك آآ العاطفية او امورك آآ العاطفية. آآ فده بيخليك ان انت تلجأ للتواصل اكتر آآ على آآ صعيد آآ الاسرة. كمان بتلدمج في العمل. احنا قلنا ان ده ما شاء الله ما شاء الله انا شايفة ان هو شهر الوفرة المالية. هتلاقي فلوس كتير كتير كتير. هتجيلك الشهر ده. ده نتيجة عملك وشغلك. آآ انت آآ في آآ فرص عمل هتتفتح لك الشهر ده. آآ في استقرار. في العمل. آآ في احساء الانتصارك في العمل. وتفنيك في العمل. آآ هيديك آآ الاحساس آآ هيغطي على احساس فقدانك آآ للحبيب. يعني انت آآ بتدفل نفسك في شغلك. وان استموار بتاعة عملك دي هتبقى طلع آآ معاك وهتبقى وضحة جدا. آآ كلها آآ كروت حلوة قوي آآ للفلوس. آآ آآ يعني آآ انت سايب كل حاجة وراك. آآ آآ وركزت على شغلك آآ كتير كتير. اشتغلت. اشتغلت التفاني والدقة. آآ زي ما قلت في آآ مجالات آآ هتتفتح لك. آآ في شغلك الحالي اللي انت موجود فيه. هتتفتح لك حاجات جديدة آآ تجني منها آآ المال بكسرة والوافرة. طيب كمان آآ شايفة آآ ان الحظ بتاعك هيتغير. يعني آآ كل الامور اللي انسعها لك دي هي هتتغير. هو مش هتكون قريب آآ ربما خلال آآ شهرين ربما خلال تلاتة مش حاجة قريبة آآ لكن آآ الحظ او هنقول الطاقة بتاعتك هتبقى آآ في تحسن تحسن تدريجي هتشوفه واحدة 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 يعني مش هيبقى مرة واحدة مش هتتغير من حال لحال لا آآ هو تغير آآ تدريجي آآ هيجي عليك. آآ شايفة كمان طاقة استشفاء. انت بتعمل آآ كل جهدك. ان انت آآ تحسن علاقاتك آآ تحسن شغلك. آآ آآ انت عارف بالعلاقة آآ السلاسية. عارف ان في آآ ظلم انت متعرض له من الشريك. يعني العلاقة دي مش خافية عليك. آآ العلاقة دي واضحة. آآ او هتظهر لك. آآ يعني انت حاسس. ازا ما كنتش عارف فانت حاسس. انت بتسعى للاستشفاء. بتسعى آآ ان انت توازن امور حياتك. آآ شايفة كمان آآ يعني آآ عودة المياه لما جريها. انا شايفة في عودة للمياه لما جريها. لكن زي ما قلت. آآ يعني في بعضكم. اوكي? اللي على مشاكل مع الشريك. آآ هترجع آآ العلاقة. آآ مش قريب. هتبقى بالتدريج. آآ في بعضكم. اوكي? آآ لا هو هيعمل توازن في امور حياته. يعني هتبقى علاقة منتهية. وهتبتدي علاقة جديدة آآ مع آآ شريك اخر او آآ طرف اخر. يعني هتنهي العلاقة مع الشريك اللي سبب لك الانهيار. وهترجع آآ حياتك مع شريك جديد او آآ حياة جديدة هتبتديها مع آآ طرف آآ آآ بالنسبة للعزاب انا آآ شايفة آآ في عرض آآ هيقدم آآ ليك. آآ شايفة في حد كده يعني ايه قاعد بيبصلك قاعد آآ بيرقبك. آآ يعني انت بحطوك تحت العين زي ما بيقولوا. آآ وشايفة فيه يعني هو معتني لامرك جدا حد مهتم بيك قوي قوي آآ آآ نشوف آآ حاول اشوف هيبقى فيه. آآ زي طلع كارت آآ آآ يعني هتبقى آآ نهاية آآ لفترة صعبة وبرضو بداية لفترة آآ جديدة. يعني فيه امور هتنتهي. وفيه امور هتظهر. انا الكلام ده للعزاب. اوكي. آآ شايفة ان الشريك هيقدم لك العرض. يعني فيه عرض هيجي لك خلال هذا الشهر من حد آآ برقبك من حد مهتم لامرك. آآ شايفة آآ فيه آآ يعني آآ اهتمام كبير آآ من الطرف آآ الآخر ديك. آآ شايفة كمان آآ يعني هيبقى فيه آآ شوية عقابات او مشاكل هتكون موجودة. آآ لكن آآ هايق الحبيب هيتصدى آآ هيتصدى آآ ليها ده للعزاب. آآ كده انا آآ يعني تكلمت عن العلاقات بالنسبة للآآ اللي يشريك. آآ ولعزاب قلت هيبقى فيه عرض من حد بيحبك. حد هيدافع عنك. آآ دي كانت القراءة بتاعتكو. آآ شايفة آآ ان انت آآ تندمج في العمل. العمل هو اللي هيخرجك من آآ المشكلة آآ اللي انت او احساسك آآ بالانهيار. اشتغل على نفسك. اشتغل في عملك. ركز. والامور هتتصلح آآ تدريديني. آآ جود لك آآ لأ قبل منسك. عشان دايما انتو بتطلبوا التقاط اللي قدامي. آآ انا شايفة آآ آآ فيه تقاط هوائية. فيه تقاط نارية. فيه تقاط طرابية كتير كتير. آآ طيب كمان بالنسبة آآ للأبراج. يا برج الجادي. انا شايفة آآ حوت. آآ وشايفة آآ دل. الابراج انا شايفة حوت وشايفة آآ دل. هما اكتر الابراج اللي ظهره قدامي. عشان انتو بتزعلوا دايما بنسى مع القراءة. طاقة الورق بتاخدني آآ في القراءة وبنسى دايما اقول آآ التقاط. آآ جود لك آآ بورد بورد كاتي.